قبل حوالي شهرين ونص أو ثلاث شهور كان اختفى وزير الخارجية الصيني وظل مختفياً لأسبوعين أو ثلاثة ومن بعد طريد طريد وزير الخارجية الصيني السابق مش لراه الآن وعوض بشخص آخر يومها العالم الغربي كله يتساءل أين هو وزير الخارجية الصيني أين هو وزير الخارجية ما كانش كان يخبره ولما سئلت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية أين هو الوزير قالتهم لا أعرف فكذا لا أعرف باختصار بسيط طبعاً كان تشيبينغ هذا أمر باعتقاله حقه معاه ومنش عارف لطرد التعذيب لكن الصينيين معروف أنهم يعذبونهم أيضاً وبعد ذلك طردوه هل هو الآن في قامة جبرية هل هو في سجن هل هو مش واضح لكن اللي نعرفوه هو أنه جاء وزير خارجية بعده قبل الوزير الخارجية هذا كان واحد الكثيرين منكم يعرفوه وهو مالك واحد من أكبر أغنياء العالم مالك موقع علي بابا على الأنترنت الموقع الشهير اللي هو ميزانية وأكثر من ميزانية الدول كان آنذاك هذا صاحب الموقع كان دار واحد الملاحظات في واحد المؤتمر دار ملاحظات للحكومة الصينية في السياستة الاقتصادية قبل ما يكمل المؤتمر جاء ورفضه واختفى لفترة طويلة جداً نهتر غير مؤخراً وبعد ما رجع تقريباً ربما نحاوله تسعين بالمئة ولا خمسة وتسعين بالمئة متطرواً تعود وارجع دجاجة مبللة يعني الآخر في المواضح هذه هو زر دفاع وزر دفاع الصيني اختفى لكن هذه المرة ذكروا قالوا أنه يتم التحقيق معه في عقود تمت عندما كان مسؤول كبير في وزارة الدفاع قبل أن يكون وزير الدفاع وزير الدفاع شخصية كبيرة جداً في الصين لكن هو أيضاً الآن رأي يتعرض لتحقيق وتحقيق شوية كما يقولوا يعني في عنف الموضوع تعزير الدفاع أثار الغربيين أكثر بكثير الغربيين والروس والطرق وكل صين صلاعب رئيسي على المستوى العالمي فهذا أيضاً قاعدين الناس يتساءلوا ماذا يحدث في دولة الصين يعني وزير الخارجية قبل شهرين ونصف أو ثلاثة الآن قبل سبو عشر أيام اختفى وزير الدفاع ماذا يحدث وهل هذا فساد أو هو صراع أو ماذا يعني هذا ليس جيداً عندما يكون التعامل مع كبار الوزراء بهذه الطريقة في أي بلد طبعاً بلادنا للأسف الأمور فيها بائسة جداً إلى درجة أن عندنا أكبر عدد جد من الجنرالات المسجونين في العالم هما في الجزائر تخيلوا ترجمة نانسي قنقر